أمني أن أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلح اللواء يحيى رسول أن اللجنة التحقيقية في حادثة الاعتداء الإرهابي في منطقة العمرانية ضمن محافظة ديالة أثبتت وجود تقصير أمني لعدد من المسؤولين العسكريين مشيرا إلى اتخاذ إجراءات بحقهم تخلصت اللجنة إلى التوصيات الآتية واحد تشكيل مجلس تحقيقي بحق كل من مدير قسم شرطة الوجهية لإهماله الوظيفي وضابط مركز شرطة الدولية لعدم دقة كلامه وتناقض أقواله مع ضباط ومتسبين مفرزة الملزمة للحدث وعدم جدية في اتخاذ إجراءات اللازمة في الإخبار عن المعلومات الواردة إليه تتناسب مع حجم وخطورة المعلومات الواردة إليه وعدم إشعار قسم قيادة العمليات في قيادة شرطة منحافظة ديالة واكتفاء باتصال هاتفي مع مدير شرطة الوجهية اثنين تقرر تشكيل مجلس حقيقي بحق مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب المقدادية التابع لمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالة لعدم متابعة الميدانية لقاطع المسؤولية